قوم الإسلام على خمسة أركان بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان فيجب على المسلم الإيمان بها والعمل بمقتضاها فالركن الأول الشهادتان وهما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن يعتقد الإنسان بقلبه ويقر بلسانه ويبرهن بجواريحه أنه لا إله إلا الله تعالى ومعنى إله معبود فيكون المعنى لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى فهو المستحق للعبادة دون ما سواه لأنه هو الخالق الرزاق المالك المدبر لشؤون خلقه وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله إلى جميع الخلق من الجن والإنس ومقتضى هذه الشهادة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وأن محبة الله ورسوله واجبة على كل أحد وأن محبة الله لا تتحقق إلا بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم والركن الثاني إقام الصلاة وتحقيقه بالاعتقاد بأن الله أوجب على كل مسلم بالغ عاقل خمس صلوات في اليوم والليلة هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وأن يؤديها على طهارة خاشعا متذللا يشكر الله على نعمه ويسأله من فضله ويستغفره من ذنوبه والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والركن الثالث إيتاء الزكاة وتحقيقه بالاعتقاد بأن الله أوجب على المسلمين نصيبا من أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم وأن يلتزم أداءها ومما تجب فيه الزكاة الذهب والفضة ومثيلهما من النقود وعروض التجارة والزروع والثمار وبهيمة الأنعام ومنع الزكاة يجلب المصائب والشرور للأمة وقد توعد الله من منعها بالعذاب الأليم يوم القيامة ومصارف الزكاة هي ما ذكره الله بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم والركن الرابع صيام رمضان وتحقيقه بالاعتقاد بأن الله تعالى أوجب في رمضان على كل مسلم بالغ عاقل من ذكر وأنثى الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصوم وقد فرض الله الصوم لتحقيق تقواه واجتناب ما حرم الله وللتعود على الصبر وكبح جماح النفس والتنافس في الجود والكرم والتعاون والتعاطف والتراحم والركن الخامس الحج وتحقيقه بالاعتقاد بأن الله أوجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر أن يزور بيته العتيق ويطوف به ويؤدي مناسك الحج كما بيّنها الله ورسوله وفي الحج تتجلى وحدة المسلمين وقوتهم وعزتهم فالرب واحد والكتاب واحد والرسول واحد والأمة واحدة والعبادة واحدة والملابس واحدة وللحج آداب وشروط يجب أن يعمل بها المسلم كحفظ الجوارح عما حرم الله وإخلاص النية وطيب النفقة والتحلي بمكارم الأخلاق والابتعاد عن كل ما يفسد الحج من الرفث والفسوق والجدال ترجمة نانسي قنقر